مهارة تنظيم مفاتيح التفاعل في الشاشة احنا الوقت صممنا مفاتيح التفاعل عايز اشوف شكلها وتنظيمها عشان اتمكن من انوصل مفاتيح التفاعل هتغط مرتين نقر مزدوج على اي كولت لفليم ويرك عشان اتمكن من فتحه وهتغط جوه الانتر اكشن دابل كليك ظهر لي شكل الشاشة بتاعتي زي ما احنا شايفين الشاشة بتاعتي مش مترتبة هتغط بالزر الايسر بالماوس واستمر اهو انا ضغطه هيبع بالماوس واستمر بالسح وحط المفتاح بتاعي مكان ما انا عايزه واسحب كل مفتاح اسفل الشاشة على انو زرار مع مراعات التنظيم والاحجام طبعا المفتاح القائمة الرئيسية ده لو جينا كبرنا كده موسيقى 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 يسار وبسحب كل مفتاح في مكانه وبحطه عندي هو المنطقة السخنة بتاعت المفتاح بتمكني من انا اتحكم في حجم المفتاح وفي شكله اكبره اصغره وفقا لمساحة الشاشة بتاعتي. بزبط شكل المفاتيح طبعا وفقا لشاشة العرض. لو جينا كده شغلنا بلاي عشان اشغل البرنامج هضغط على بلاي مش شريط الادوات اهو شريط الادوات بتاعي هضغط على بلاي عشان اشوف الاجراءات تتنفزت عندي ولا لأ. نضغط بلاي قائمة الرئيسية بتاعتي. نقفل كده. بلاي قائمة الرئيسية. اجزيت هيخرج من البرنامج نيكست برافياس والباك الهوم هيروح لزرار القائمة الرئيسية. اجزيت هنلاقيه خرج من البرنامج نهائي. نقفل幾ا تابع بلاي عشان اشوق音 شكرا